بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أن يستشرف الإنسان مكان مثل هذا المكان الطيب المبارك الطاهر فهذا فأل طيب في مستهل هذا العام ما رأيناه اليوم في هذا المعقل الطبي العلمي الحقيقة يسلج الثادر ويقر العين ويجعل الإنسان يستشرف مستقبل لهذه الأمة بأهم عنصر من عناصرها عناصر أولادها أبنائها حد يعرف أن هذا المعقل يستقبل يوميا 3000 حالة حد يعرف أن هذا المكان هو أجبر وعاء للقلب مش في الشرق الأوسط يعتبر في العالم حد يعرف أنه يستقبل مليون مريض في السنة حد يعرف أنه كل يوم بيتعامل أكتر من سبعين إلى مئة عملية قلب في هذا المكان القلب وما أدراكم القلب في أعراف الناس وفي علم كثير من الأطباء أن القلب مضخة تضخ الدم لشريين الجسم فتصل إلى أطرافه وتصل إلى أبعاده وهذه المضخة أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون فيها إعجاز المولى في خلقي هي المضخة الوحيدة التي تعمل دون انقطاع أربعة وعشرين ساعة نبض الإنسان يظل يمط طول ما هو في حياة فإذا توقف هذا النبض توقفت الحياة المخ على قدر عظمته وعقديته في الخلايا العقادية التي تحمل الذاكرة وتحمل 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 يأخذ رتحا من الراحة ومن السكون في ساعة النوم وجعلنا النهار معاشا وجعل الله ليل ساكن لكن هل معلومة القلب أنها تلك المضخة التي تضخ أربعة وعشرين ساعة طول حياة الإنسان بانتظام شديد ودقيق من خلال أربع غرف يقول عليها أطباء بطين أيمن وبطين أيصر وأزين أيمن وأزين أيصر هذا هو القلب تعالوا معي قبل أن نذهب إلى العلماء والفقهاء نعيش في رحاب هذا النبض وهذا القلب لندرك عظمة الخالق في المخلوق وقدرته جل في علاه كيف خلق فأبدع وأحكم في صنعه الحقيقة التي لا يعلمها كثيرين أن كما أن العقل وعائل الفهم فالقلب معائل الفقه وشتان بين الفهم وبين الفقه الفقه قضية عقدية أما الفهم قضية رياضية مقدمات ونتائج وهذا وعائه العقل معطيات براهين لكن الفقه قضية عقديةها أصعب بكثير من الفهم ولذلك القرآن يستوقفني حينما يقول لهم قلوب لا يفقهون بها كنا نشعر أن الفقه حالة لكن القلب كيف يفقه العلم الحديث أثبت أن الإنسان في قلبه ذاكرة تفوق ذاكرة العقل وقضية الفقه أن الإنسان له برهانين برهان عقلي يعتمد على مقدمات ونتائج وبرهان نفسي يعتمد على حسيس ومشاعر لاتنين مع بعض لما يندمجوا يدون حالة الفقه ولذلك حالة الفقه أعلى بكثير من حالة الفهم من أجل هذا علمنا سيدنا رسول الله ألا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وعلمنا سيدنا رسول الله أيضا في محكم علمه المكنون استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك استفتي قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك أي أن القلب ليس مجرد مضخة ضخ الدم إلى شريين وشعيرات تصل في طلها إلى ما يحيط الكرة الأرضية كلها كل هذا في خلق هذا الإنسان المبدع سبحان من خلق وسبحان من جعل سره أعلى في المكنون في المخلوق إذن القلب سر من أسرار هذا الكون سر عظيم يتجلى فيه عظمة المولى عز وجل وحينما قال المولى عز وجل لا يسعني سمائي ولا أرضي ولكن يسعني قلب عبدية المؤمن أي أن هذا القلب الذي لا يزيد فيه وزنه عن كيلو ولا يقل عن نصر كيلو والذي يعتبر في الأفص الصدري للإنسان يتسع للخالق البارئ في معناه وفي مضمونه وفي عظمته ومن حسن الطالع أن الإنسان الآن أصبح يحتفل بما يطلق عليه عيد الحب أو الفلانتاين ونحن في أيام الفلانتاين فهل الفلانتاين مصدر العقل ولا مصدر القلب أقول لكم بشيء الحب كله مصدره القلب وهذه حقيقة أثبتها العلم الحديث ولعلي قبل أن أعرج إلى أستاذنا الدكتور جمال شعبان وهو له مؤلف في دقات القلب وعشت معه جزء من الوقت وشعرت أنه يفكر بنفس الذي نفكر فيه تأخطيما والتفكر والتدبر من أرقى العبادات اللي فرضها ربنا سبحانه وتعالى على الخلق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول ألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار حينما كنا نتفكر ونتدبر كان القلب هو المحير الحقيقي كان القلب هو الذي يشغل الذهن ويشغل البال كان القلب هو منبع الحب ومنبع الرضا ومنبع السعادة ومنبع أشياء كثيرة تطفي على الإنسان حالة من الاستقرار والسكون والسكينة ما هذا؟ إذن قضية القلب قضية عظيمة قضية كبيرة قضية يتجلى فيها ويتحدى فيها الخالق كل المخلوقات في عظمته والذين عاشوا في القلب وخبروا ماذا أفعل هذا القلب بالإنسان؟ زادتهم من فضل لا إيمانا واعتناقا للوحدانية واحتراما للربوبية وتقديسا للألوهية ذلك أن القلب إنما يخشى الله من عباته العلماء وهنا يتجلى العلم بكل ما أوتي من فكر ومن بحث علمي ليؤكد أن القلب فعلا هو من أخطر وأهم ويعني إعجاز المولى عذى وجل في الإنسان أردت بهذه المقدمة أن نفتح شهية الحوار لأننا لسنا لم نأتي فقط لكي نزور مستشفى أو نزور معهد متخصص عمره 56 سنة عاش قصة نجاح كبيرة عاش قصة معالجة لملايين القلوب المصرية الفقيرة البسيطة التي لا تملك حق الدواء يعيش الداء فيها فتكون علة ولا تنقضي هذه العلة إلا أن يأتوا إلى هنا هنا لا يتحمل أي مريض لمصروف إقامة ولا مصروف علاج ولا مصروف دواء وهذا شيء من عظمة التكافل الاجتماعي هذا شيء من عظمة العدالة الاجتماعية التي تتحقق في علاج مناسب لمريض العلة أصبحت أحد ألامه ومعاناته هذا بيته الذي يعالج فيه العلة ولذلك نأتي اليوم في هذا الصالون برسالة رسالة جديدة جديدة في طريقة تفكيرها لكنها قديمة وعريقة في فكر الإنسان المصري القديم الجراحة من 2500 سنة قبل الميلاد كانت جزء من حضارة الإنسان المصري القديم لقينا في النقوش ما يفيد أنهم عملوا عمليات في المخ وعملوا عمليات في القلب أي أن حضارة الطب والجراحة هي حضارة مصرية قديمة لكن كان يتولها مش الحكماء والأطباء كما يتولها عندنا كانت تولها الكهنة الكبار في مصر القديمة من هنا فنحن نسبح اليوم في هذا البيت الطاهر المبارك بيت القلب نسبح لمعاني تتعدى قضية الداء والعلّة والعلاج إلى قضية البحث والتدبر والتفكر حتى نعود إلى حظيرة الإيمان الحقيقية فهذه نظرة واقعية لهذا المكان الطيب الطاهر ودعوة من هنا من هذا الصالون كيف نؤيد وندعم هذا المكان أليفت الحكومات أن تتحمل مسؤولية كل شيء برغم أنه مش مطلوب منها كان مفروض على الناس تستنفر وتستنهض الأمة لتشارك والحقيقة الناس بتشارك لكن لابد أن نوجه أنظرها كيف يشارك ومتى يشارك في المكان المناسب للمشارك وأنا أعتقد أن المعهد القومي القلب أحد الأماكن التي تتطلب تضافر المجتمع المدني بكل جمعيات أهلية تضافر الأغنياء بكل من كان عنده فضل زاد فليعود به على من لا زاد له ومن كان عنده فضل مال فليعود به على من لا مال له فهذا هو شكل من أشكال التكافل الاجتماعي الحقيقي وأحد المصارف التي ينبغي أن يوضع فيها المال حتى نرفع المعاناة وحينما سيدنا الرسول لا يعلمنا من أحيا نفس كأنه أحيا الناس جميعا فهنا كم من مريض جاء إلى هذا المكان وكان بينه وبين فراش الموت لحظة وقطرة ثم أعادت له الحياة بفضل المولى عذى وجل وبفضل هؤلاء الذين يعملون في هذا الدار العظيم وهنا لابد قبل أن أختم أن أركز على أشياء ثلاث الأمر الأول أننا جئنا إلى هنا لكي نشارك ونساهم ونحاول بمال وجهد وفكر في إعادة صياغة وتعظيم دور هذا المكان العظيم الذي يحمل من الخبرات ما لا يحمله أي مكان في العالم مليون مريض بيتعالج هنا في المكان ده في ستنا حد يصدق إيه الأطباء اللي موجودين هنا دول إيه حجم الخبرة اللي بياخدوها إيه حجم الممارسة اللي بيعيشوها تفروا وكنز رهيب جدا كيف نستفيد بهذا الكنز لهذا المجتمع الذي مارس الطب في أدق مراحله هذا جزء مهم وحاكم لابد أن تخرج الخبرة دي إلى الدورة الإفريقية القادمة التي يرأسها الرئيس عفتاح السيسي لكي تعطي بصمة في المشاركة الوجدانية والمشاركة العملية ومساهمة مصر في أفريقيا ليس بقت هنا ولكن لابد أن تنتقل هذه الخبرات إلى الشيء الآخر الذي أحب أن أركز عليه قبل أن أختم أن معهد القوم القلب لابد أن يكون لها فروف أنحاء جمهورية وسنبدأ بأول فرع في العريش وأنا متحمل مسؤوليته بالكامل متحمل مسؤوليته بالكامل فرع في العريش لأبناء سيناء وأنا مفيش مرة بحب بقها من فيها صالون إلا ما يكون بيشارك معي أبناء سيناء والنهاردة من حسن الطالع أن نقيب الأطباء في شمال سيناء أخويا صلاح سلام موجود جنبنا على المنصة مش بس في العريش في الوادي الجديد في أصوام في الأقصر في الصعيد في كل حتة هذا المعهد يا دكتور جمال في عهدك لابد أن يشهد انتشار يليق بهذه القيمة الحضارية المصرية التي عمرها الآن 56 سنة أنا الأوام بعد 56 سنة أن تكون لنا بصمات وتمتد أيدينا في أنحاء الجمهورية مش بس أنحاء الجمهورية وفي أفريقيا وفي الدول العربية نتيجة الخبرات الذخرة في هذا المعهد مليون في السنة يعليقوا ما هذا المعهد هذه حقيقة لفتة ونظرة مهمة لابد أن نتحرك لها وأن نعيد استياغتها وأن نحاول بقدر المستطاع أن نستفيد بها وأن نفيد بها الإنسانية حينما يرقى الإنسان يخرج من عصبية المحدودة للقبلية ويخرج من عصبية القومية ويعلو إلى الإنسانية نحن نتطلع إلى هذا المعهد يكون يدور على العالم أجمع على الإنسانية شيء الأخير أخذني الدكتور جمال شعبان وزورني الدور الرابع علشان يقيم أكبر غرفة إنعاش في العالم في هذا المعهد أكبر غرفة إنعاش في العالم في أمريكا 75 سرير وهو طموحه ميت سرير دكتور جمال نحن معك في أكبر غرفة إنعاش في العالم نساهم ونشارك وندعو الآخرين موضوع هتكلف في حدود حوالي 50 مليون جنيه إحنا بندعو الناس يجي تطم وتحط إيديها معانا عشان نعمل أكبر غرفة إنعاش غرفة إنعاش دي هي اللي بتوعي النفس هي دي الجزء المهم جدا اللي بيحافظ على نجاح العملية بعد ما تخلص وهو ده المرحلة الحارجة في نجاح العمليات إيدينا في إيديك يا دكتور جمال أولوبنا مع أولوب كل من لا يستطيع أن يصرف لإزالة الداء للعلاج وهنا تتجلى عظمة المولى عز وجل في أن يكون العمل خالص لوجه الله وليس الإيمان والتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن قوما غرتهم أماني المغفرة خارجوا من الدنيا وليس لهم فيها حسنا فلما سئلوا قالوا كنا نحسن الظن بلى لو أحسن الظن لا أحسن العمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ظننا في حسن العمل وأن تتشابك الأياد وتتوحد القلوب نحو عمل صالح من أجل الإنسان الإنسان في معناه حب الخالق من حب المخلوق طابت جلستكم إن شاء الله ستكون له أثار ونتائج على هذا المكان وللناس إن شاء الله في هذه الأمة وهذه القيمة أن نكون أصحاب رسالة شكرا على دعوتك دكتور جمال لهذا الصالون وفعلا الصالون يستحق أن ننتقل إلى هذا المعهد تكريما للمكان وتكريما للقائمين على هذا المكان والسلام عليكم ورحمة الله وأترك الأستاذ جمال لكي يستكمل رسالة وستسمعوا منه أفضل بكثير مما قلت ترجمة نانسي قنقر